أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان صفحات من الماضي في مثل هذا اليوم في العاشر من فبراير عام 2020 كرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الخريجين الأولين في المجموع العام وفي العلوم الأكاديمية من كليتي زايد الثاني العسكرية والشرطة وهما سعيد محمد عدي الزيودي وعبدالله سالم رشود الزيودي بمرافقة أولياء أمورهما وقدم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي التهارية للخريجين بما حققاه من تفوق ونجاح داعيا إياهما إلى مواصلة التعلم وبذل الجهد والمثابرة لاكتساب الخبرات اللازمة التي تمكنهما من رد الجميل والعرفان للوطن وقيادته الحكيمة وأكد سموه أهمية الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة في دولة الإمارات والمستوى المتميز الذي وصلت إليه من الأداء العالي والمهنية مثمنا دورهم في تعزيز الأمن والاستقرار في دولة الإمارات وفق توجيهات القيادة الرشيدة للدولة وأعرب الخريجان وأولياء أمورهما عن الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على رعايتهما ودعمهما الدائم لأبناء الوطن مؤكدين أن يكون عند حسن ثقة القيادة بهما وتطلعات شعب الإمارات في تعزيز الأمن والأمان في دولتنا العزيزة صفحات من الماضي